بسم الله الرحمن الرحيم السؤال اللي بقاله فترة بيتردد وتسأل كل مسؤول عن ايه الحكاية الديون ديون مصر هل احنا قادرين نسيطر عليها ولا في انفلات في موضوع الديون وفوائد الديون والديون وكل ما يتعلق بهذه الديون الناس بتتكلم عليها وبيحاولوا طول الوقت يقولك البلد ما عندهش مقدرة حصل انفجار في موضوع الديون وبالتالي ما عندكش سيطرة على هذا الامر وده يؤدي الى مشاكل مجتمعية كبيرة وزارة المالية النهاردة شرحت ببساطة حكاية الديون هل الديون تحت السيطرة ولا لأ؟ معدلات الديون بتاعتنا قدام الناتج المحلي من حجم الناتج المحلي بتاعنا اللي هو حوالي يقترب من 8 تريليون جنيه 7 تريليون و 8 من 10 يقترب قوله حوالي 8 تريليون جنيه هل الديون اللي عندنا او اللي علينا مع الفوض بتاعتها قد او الناتج بتاعنا قدها وبتتوازن معها بتسيطر عليها ولا اكتر من التوقعات وهندي بعد شوية شوية امثلة بالنسبة للعالم يعني نتكلم مثلا على الصين اخبار الديون بتاعتها عندها ديون ولا لا امريكا عندها ولا على الاقل الدول اللي هي قريبة منك لا مش امريكا يعني ولكن امريكا عندهم امريكا والصين من اكتر دول اللي عليها ديون ولكن مع مقدرة الناتج المحلي اللي كل دولة فيهم مبقاش فيه اي مشكلة على الاطلاق احنا طبعا نتيجة الكورونا الحرب الروسية الاوكرانية خسائر هي الدولة هل الدولة المصرية جات قللت مرتبات هل قللت معاشات هل قللت تكافل وكرمة هل قللت دعم السلع التامونية لا بالعكس بالعكس رغم كل ده وخسائر تعرضنا لها خلال التلات سنين اللي فاتوا بنتكلم على تلتميت ربعميت مليار جنيه تصريح دي منسوب للدكتور محمد معيد كان معانا في اكتر مداخلة من عشرين واحد وعشرين لحد النهاردة بيتكلم في هذه الارقام يبقى انت رغم الخسائر تلتميت ربعميت مليار جنيه خسرتهم اه في السياحة في الدخل كذا اللي الحاجات اللي انت اللي زودتها كل بنتكلم على رقم هائل ورغم هذي الخسائر اللي تعرضنا لها الدولة استمرت على زودت بالعكس عملت حماية اجتماعية عشان تحمي الفئة الاكثر احتياجا والناس اللي هي مستواها دخلها قليل اللي عندهم زودت مية جنيه ثم ميتين جنيه ثم ميتين جنيه وايضا اجلت فاتورة الكهرباء تحصيق لمدة اي زيادات للكهرباء اللي كان مفترض واحد سبعة اللي فات اجلتها ست شهور وبالتالي الدولة عملت اجراءات هدفها ايه امتصاص اه التضخم امتصاص ارتفاع الاسعار الكبيرة ايضا مساعدة الناس لما انت النهاردة بتعمل حاجات في كل حتة هدفها روح للمواطن السلع اللي موجودة النهاردة عندك حتى لو اسعارها مرتفعة شويتين تلاتة وارد موجودة محدش يقدر يقول عكس كده محدش يقول لك الاسعار مش مرتفعة مرتفعة بما فيها المدارس وداخلين على العام الدراسي الجديد عايز ان لكم الاسعار عندهم مشكلة كبيرة جدا الورق غالي جدا الكتب غالية جدا الكراسات غالية جدا كل حاجة غالية جدا مرة واثنين وثلاثة واربعة ويمكن ده ملفة هتكلم عليه بعد شوية ولكن ايه اللي حصل فيه مسألة الديون طيب الديون بتاعتنا الفين وتسعة الفين وعشرة كانت كام السنة دي كام وانت راحل كام وانت عامل خطة لها عشان تصل بهذا الامر لعام كام يعني عايز توصل اه بعد ثلاث سنوات من النهاردة لما قبل الفين وحداشر تعالوا نشوفوا سنوات من النهاردة